أحب بكم وأعزائي الطالب في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد دانتم النوفلي واليوم راح نتحدث عن تمرين 10-9 فهذا التمرين يقول These verbs are back formations Write the words from which they are packed formed عندك كلمات قايل لك وفقا لطريقة الباك فرميشن اللي هي الإضافة اللي تكون بنهاية الكلمة انتج لكلمة جديدة وهذا التمرين ما بي أي صعوبة مثلا عندنا housekeeper راح تكون housekeeper housekeeper راح تكون housekeeper يعني بس مجرد الإضافة اللي راح تكون على الكلمة نائدها مثلا عندنا type write راح تصير typewriter Lays راح تصير lazy شوف Lays lazy Beauty beautiful زين عندك مثلا رقم ثمانية سايدل سايدل راح تصير سايدل نقضيف ing زين يعني هنا عندك اسكليت راح تصير اسكليتر مجرد نضيف نهاية نهاية الكلمة اضافة نهاية الكلمة مثلا عندك 13 emotion emotion شوف عني مثلا عندك backseat drive راح تصير backseat driver بس نضيف R بس مجرد يريد الإضافة اللي تكون منهاية الكلمة hung glide راح تصير hung glider يعني بس المطلوب من عندك ضيف إضافة نهاية الكلمة وطبعا الكلمة تقبل أي إضافة يعني أكو أقدر أضيف أكثر من إضافة مثلا housekeeper housekeeping ترهم عادي يعني مون بالضرورة هذا الإضافة نفسها Lays ممكن نصير lazy يعني Lays ما هي أكثر من إضافة يعني مو كلهم يعني أكو أفعال نقدر نضيف إلهم أكثر من إضافة المهم الفكرة أنه أنا عندي كلمة أضيف إلها إضافة يتغير معناها تنتج لي كلمة جديدة هذا هو معنى back formation